اهلا وتهلا بكم في حلقة جديدة من الحياة مع حنان عواد انا تلقيت اسئلة كتيرة ورسائل كتيرة كلها بتدور حوالين ازاي نتعامل مع ضغوط الحياة وخاصة ضغوط العمل وخلينا نكون صريحين مع انفسنا بيئات العمل خاصة في عالمنا الشرق اوسطي بيئات مرهقة للعصاب واحيانا كتير بتسبب الضيق العاطفي الاجهاد العصبي التعب مليئة بالدراما احيانا بالمشاحنات احيانا ودي يعني بتكون بيئات غير صحية ومش كل واحد فينا يقدر يسيب هذه البيئة ويسيب شغله ويروح لشغل تاني او لبيئة تانية بيئة عمل تانية ده مش متاح للجميع علشان كده لازم نحاول ان احنا نتكيف مع بيئات العمل المرهقة للأعصاب دية بدون ما نخسر انفسنا بدون ما نخسر صحتنا واعتقد ان اهم استراتيجية هتمكننا ان احنا نتعامل مع ضغوط الحياة وضغوط العمل خاصة ضغوط العمل هو ان احنا ما نكونش جزء من الدراما ما نكونش جزء من المشكلة ما نكونش سبب في تأجيج هذه المشاعر الوحشة والعلاقات السيئة في محيط العمل النقطة التانية المهمة جدا ان احنا لازم نتعلم الرعاية الذاتية لانفسنا زي ما بنقدم الرعاية للاخرين سواء في البيت او في العمل للعمل بتاعنا لازم نتعلم ان احنا نقدم الرعاية دي لانفسنا ودي في حد ذاتها مهارة ودايما اكرر لكم مدام مهارة يبقى ده خبر كويس ان احنا نقدر نتعلم هذه المهارة لو قررنا ولو حطينا الجهد المناسب علشان نتعلم مهارة الرعاية الذاتية لانفسنا هذه الرعاية الذاتية لانفسنا هي اللي هتمكننا من ان احنا نتعامل مع ضغوط الحياة بدون ما نخسر اعصابنا بدون ما نخسر صحتنا بدون ما نخسر كمان علاقتنا مع الاخرين وبصراحة يعني لما شفت بعض الاحصائيات طبعا الاحصائيات اللي جاية من العالم العربي الى حد ما محدودة والى حد ما ما فيش دراسات منشورة كتير عن اللي بيتم في بيئات العمل في عالمنا العربي ولكن من الرسائل اللي جاتني ومن السرش اللي انا عملته لقيت ان في زيادة كبيرة جدا جدا مثلا لاعراض الاكتئاب بين الناس اعراض القلق احيانا العزلة الاجتماعية اللي مش بتسببها العلاقات الاجتماعية ولكن بتسببها علاقات العمل وطبعا لو جينا لمفهوم الرضا الوظيفي فحدث ولا حرج اعتقد ان لو عملنا استبيانات في مؤسساتنا وشركتنا العربية حنلاقي ان مستوى او معدل الرضا الوظيفي في الحضير وده اعتقد انه يمكن في اغلب الدول العربية الشرق اوسطية ان مستوى الرضا الوظيفي منخفض الاسوأ بقى ان البيئات المضطربة بيئات العمل المضطربة بتأثر علينا وتسبب لنا مشاكل خاصة بنا احنا زي مثلا احترام الذات الثقة بالنفس لما نشتغل في بيئة مزعزعة لثقاتنا في انفسنا هتهتز صورتنا امام انفسنا واحنا كل يوم بنتعامل مع مدراء متنمرين زملاء متنمرين لازم يحصل ان احترامنا لانفسنا يتهز ثقاتنا في انفسنا تهتز صورتنا امام انفسنا تهتز وده كمان بينعكس على علاقاتنا الشخصية وعلاقاتنا الاجتماعية خارج نطاق العمل يعني داخل نطاق العمل العلاقات بتكون معطلة او متأزمة وبناخد هذه الاحمال اللي بتتراكم فوق كتافنا وناخدها خارج العمل فبالتالي بتأثر على علاقاتنا مع اهلنا مع احبابنا مع شركاء حياتنا مع اولادنا حتى يعني بشكل عام بتخلي علاقاتنا الاجتماعية علاقات عرجاء ويمكن فيه يعني فيه ترند كده لمسته من كلام الاخرين على التعليقات او فيه الرسالي المباشرة على الانستجرام او على الفيسبوك ان فيه نوع من احساس الشعور بالوحدة او العزلة النفسية والعزلة النفسية حاجة والعزلة الحقيقية الاجتماعية حاجة العزلة الاجتماعية ان الشخص بينعزل فعلا ما بيخرجش يقابل حد ما بيروحش يشوف حد بيقتصر علاقاته على ديرة صغيرة اوي 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 ارتاجات تكون شخص او اتنين العزلة النفسية بقى هي ان احنا رغم ان عندنا علاقاتنا الاجتماعية ومستمرين في اداء علاقاتنا الاجتماعية واداء ادوارنا في كافة الاسعادة ولكن من جوانا عندنا شعور بالوحدة والانعزال عندي شعور ان انا مش مرتبط عاطفيا ولا نفسيا بالناس اللي انا بتعامل معاهم قاعد معاهم بس مش مبسوط بقاعدتي معاهم ودي كلها مشاعر يعني تقيلة اوي 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 كمان الاجهاد الجسدي والاجهاد العاطفي والعصبي برضو من المشكلات اللي بتزيد اوي والناس بتتكلم وبتعبر قد ايه ان هم حاسين بالارهاق حاسين بالاجهاد الجسدي على طول حاسين بالاجهاد العاطفي ومشاعرهم على طول متأزمة ومتقلبة علشان كده زي ما بقولكم ان احنا لازم نتعلم مفهوم الرعاية الذاتية لانفسنا ولازم نتعلم طرق تخلينا نخلق توازن في حياتنا ما بين كل الادوار اللي احنا بنلعبها ويمكن كان اول مرة اتطرق للموضوع دوة كنت في وانا بدرس رسالة الماجستير ده كان في اوائل الالفينات وكانت مفهوم الورك لايف بالانس او التوازن ما بين الحياة والعمل مفهوم طبعا غائب لسه ما كانش يجيه اصلا في عالمنا العربي ولكن كان ابتدى يدخل شوية شوية في التطوير المؤسسي وابتدى العلماء وابتدى الخبراء في هذا المجال يتكلموا وانا كنت من اوائل الناس بعد ما اخدت الماجستير بتاعي وركزت على القيادة المؤسسية ان من دور من ادوار القائد او المدير الناجح المهمة جدا جدا انه ما يحولش البيئة بيئة العمل لبيئة مرهقة للناس اللي بتشتغل معاه ولكن ان لم يتسنى لنا العمل في بيئة مريحة وجميلة وشركة رائعة نعمل ايه؟ هو ده اللي انا هركز عليه النهاردة مفهوم الرعاية الذاتية ان احنا نراعي انفسنا وان احنا نعالج انفسنا من المشاكل اللي بتحصل لنا في بيئة العمل النقطة الاولانية هي الوعي الذاتي اعرف نفسك ويمكن اغلب مشاكلنا حلها بيكون بدايته هو ان احنا نعرف انفسنا ونفهم انفسنا ومن تعاملي مع ناس كتير قوي قوي اكتشفت ان ناس كتير قوي مش عارفة نفسها مش عارفة تعبر عن مشاعرها مش عارفة تحدد ايه اللي بتحبه وايه اللي ما بتحبوش مش قادرين يحددوا ايه هي مهارتهم ايه هي صفاتهم اللي هتساعدهم في امر ما وايه هي الصفات او الخصال اللي بتحد من قدرتهم على التعامل مع امر اخر بداية ان احنا نفهم انفسنا ونعرف انفسنا ويعني نبزل الوقت والجهد وناخد ورقة وقلم ونكتب ايه اللي انا بحبه في نفسي ويه اللي انا ما بحبوش ايه المهارات اللي انا بتحلى بيها والمهارات دي ممكن تكون مهارات اجتماعية ممكن تكون مهارات تقنية وفنية تخص الشغل بتاعي ممكن تكون مهارات في التعامل مع الآخرين ممكن تكون صفات شخصية فيها ولو قعدت فكرت ايه المواقف اللي انا عديت فيها والمواقف الكويسة أتعلم منها حاجات عن نفسي والمواقف السيئة برضو أتعلم منها حاجات عن نفسي هقدر أعرف نفسي وافهم نفسي ويكون عندي وعي ذاتي كبير بنفسي النقطة الثانية بقى المهمة جدا هي تقديري لذاتي ما سمحش للبيئة اللي أنا بشتغل فيها أو البيئة اللي أنا عايش فيها إن هي تقود ثقتي في نفسي لما نعرف أنفسنا حيزيد تقديري لنفسي لإني هعرف نقاط القوى اللي فيها هعرف الحاجات الكويسة اللي فيها فلما يحاول الآخرين إن هم يعرفين زي ما يكون عندنا كده باكت جردل مليان بالثقة بالنفس الآخرين بيحاولوا يخروموا هذا الجردل وتتسرب ثقتنا في أنفسنا واحترامنا لذاتنا من الخروم دي فلازم يعني أزود الاحترام لذاتي وأزود ثقتي بنفسي عشان أقدر أحافظ على الباكت الدل والمليء بالثقة بالنفس واحترام الذات ده مليان ولازم نقف وقفة صريحة مع أنفسنا هل أنا بقيم نفسي فقط من خلال نظرة الآخرين ليا؟ لو أنا بس باعتمد على نظرة الآخرين ليا في تقييمي لذاتي أنا كده فيه مشكلة كبيرة جدا جدا لازم يكون فيه توازن ما بين نظرتي أنا لنفسي ونظرة الآخرين ليا ولازم أقيم نفسي بموضوعي وأبتدي بالحاجات الكويسة وأركز عليها وأبتدي أتعامل مع الحاجات اللي مش عجباني وحدة وحدة وأحط في دماغي دايما أن أنا قادر على تغيير الحاجات اللي مش عجباني دي لو بزلت الجهد الكافي لو لجأت الاستراتيجيات صح لو قررت بيني وبين نفسي أن أنا أتقصى أدائي كل يوم كل يوم أحدد مثلا أنا النهاردة مش هعمل الأمر ده فيه حاجة معينة همتنع عن أن أنا أعملها وأدي لنفسي مثلا فترة أسبوع شهر سنة حتى وأتابع نفسي يوم ورا يوم يوم ورا يوم أنا فين في رحلة تحسين الخصلة دي في نفسي النقطة التالتة هي أني أحاول أخفف آثار البيئة المرهقة دي على حياتي وفكر إيه اللي أقدر أعمله علشان ما أحولشي الهموم اللي بتيجي من بيئة العمل لصخرة عملاقة فوق ظهري شايلها حتى بعد مخرج من العمل ويمكن دي حاجة أنا شفتها مثلا في والدي لما كان يرجع من شغله كان ما بيبطلش كلام عن الشغل ما بيبطلش كلام عن مشاكل الشغل وكان أعتقد أن ده كان يعني بيمرر عشته شوية مع أنه جاي مثلا وعنده زوجة جميلة وأولاد حلوين أنه يستمتع بحياته مع زوجته ومع أولاده كان فيه سيدة في مقتبل حياتي هي قريبتي في مقتبل حياتي العملية قالت لي أول ما تطلعي من الشغل انسي كل ما يتعلق بالشغل وأول ما تطلعي من البيت انسي كل شيء متعلق بالبيت وأنا في الشغل بركز على الشغل بس وأنا في البيت مع أسرتي بركز على بيتي وأسرتي بس طبعا الكلام سهل التطبيق هو اللي صعب وعشان أسهل لكم موضوع التطبيق ده التذكرة نذكر أنفسنا لما أروح الشغل وأنا مرهق وشايل يعني شايل طاجن عبدالقادر فوق دماغي وداخل البيت أرفان يعني من خناقة مثلا مع المدير أو من حاجة وحشة حصلت في الشغل أو أرفان لعميل غلس أو لشغل نفسه بقى مملة أو أي حاجة من الحاجات دي وأنا طالع على السلم أبتدي هيأ نفسي واحدة واحدة وأقول أنا دلوقتي رايح عشان أقابل زوجتي وأولادي أنا دلوقتي طالع البيت علشان أقابل زوجي وأولادي أنا هاخد قرار إن أنا حابتسم وابتدي أبتسم وأنا لسه طالع على السلم وأكون متهيئ نفسيا أنا حاول أهيئ نفسي إنه لما أشوف أولادي أفرح بيهم لو أنا مش متزوج لو أنا ما عنديش أولاد لما أدخل البيت لأسرتي لولدي لولدتي لإخواتي أقرر إن أنا حكون بشوش حابتسم حاخدهم في حضني ههزر معاهم هتكلم معاهم ده قرار وأدي لنفسي فترة سماح بفر ما بين مخرج من الشغل وأدخل البيت الفترة دي هي اللي أنا استخدمها لتهيئة نفسي علشان أطلع بقى من مود الشغل وأدخل في راحة واستقرار الحياة الشخصية الحاجة التانية برضو في موضوع تخفيف الآثار ده ودي حاجات هنتكلم عليها بعد كده بالتفصيل إن في حاجات تانية نقدر نعملها علشان نخفف آثار بيئة العمل السلبية الوحشة على نفوسنا وعلى أجسادنا النقطة الرابعة إن أنا دايما لما تقابلني مشكلة في الشغل أفكر في طرق الاحتواء المشكلة دي زميل مثلا بيتأخر في تقديم الشغل بتاعه وده بينعكس على شغلي أنا لإني بستلم منه حاجات أو بسلم حاجات أفكر إيه الطرق اللي ممكن أحتوي بيها المشكلة هل ممكن أكلم الزميل مباشرة وأقوله ما تتأخرش علي عشان أنا محتاج ده بأقصى معاد مثلا تاريخ كذا وأدي لنفسي يوم أو يومين يعني أدي له تاريخ مبكر يوم أو يومين بحيث إن هو لما يبتدي يماطل ويتأخر في تسليم الشغل ليه يبقى عندي وقت بفر أو إن أنا أدخل المدير في اللوب وأبعث له سي سي مثلا من الإيميل اللي أنا أبعث له لزميلي وقلت له أنا منتظر منك الأمر الفلاني بأقصى تاريخ كذا عشان أنا أقدر أشتغل عليه أو إن أنا لما أتعامل مع عميل والعميل ده يكون غلس ورخم وفيه وكذا 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 أتكلم مع نفسي وأقول وحط نفسي مكان العميل العميل ده عايز ياخد أحسن خدمة بأرخص أسعار إيه الحاجة اللي أنا من عندي أقدر أقدمها له علشان أرضيه شوية بدون ما يكون جاير على حقي بدون ما يكون كذا 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 هل فيه وسائل دعم فيه البيئة اللي أنا بشتغل فيها الكلام ده كله طبعا مش قادرة ديكم أمثلة محددة قوي 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 لأن كل مشكلة هي اللي هتديهنا فكرة عن الحل دايما يقولوا معرفة المشكلة نص الحل فنعرف المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا في شغلنا ونفكر فيه طرق إن إحنا نحتوي هذه المشكلة بحيث إنها ما تكبرش وما تتفاقمش وتبتدي تأثر على حياتنا كلها بشكل عام طيب تعالوا نتكلم على أمور محددة فعلا خطوات واحد اتنين تلاتة اربعة أبتدي أنفزها من النهاردة علشان أهيأ نفسي للتعامل مع ضغوط العمل وضغوط الحياة بشكل عام أول حاجة هي الصحة الجسدية عشان أواجه الحياة سواء حياة كويسة أو حياة مش كويسة أنا محتاج صحة جسدية الصحة الجسدية دي هي اللي هتديني الطاقة والنشاط والقدرة إني أقوم من سريري وإن أنا أنزل وأركب المواصلات أو أخذ عربيتي وروح شغلي وقابل الناس وأشتغل على الأقل ثمان ساعات متواصلة وأرجع تاني البيت علشان مسئولياتي تجاه أسرتي سواء أنا متزوجة أو مش متزود وعلاقاتي وصحابي وهواياتي وكل الكلام ده محتاج صحة جسدية البداية هي إننا النهاردة نحاول إننا نحسن صحتنا الجسدية ويمكن في دراسة لطيفة قارتها بتربط ما بين قلة الردان الوظيفي وزيادة الوزن واستمنى المفرطة إن كل ما قال الردان الوظيفي وتعاستنا الوظيفية زادت كل ما زاد الوزن ودخلنا إن وزننا يزيد بصورة مرضية أو بصورة مؤثرة على حياتنا وطبعا يعني ناهيكة عن الأمراض اللي بتيجي من زيادة الوزن والإرهاق والتعب والتوتر والكلام ده كله فالصحة الجسدية مهمة جدا جدا والصحة الجسدية فيه أكثر من عامل بيأثروا على صحتنا الجسدية طبعا فيه الجينات والأمراض اللي إحنا عرضة لها بحكم موارثنا من عائلتنا ودي حاجة ما نقدرش إن إحنا نغيرها ولكن فيه مثلا التغذية الغيزة اللي إحنا بنكله والأكل اللي إحنا بنكله دور كبير جدا جدا عامل كبير جدا جدا في صحتنا الجسدية وطبعا نحدث والأحرك إحنا بنروح الشغل نلاقي الغذيوات والفطار والناس تبعت والموظفين يبعتوا الموظف آخر يروح يجيب لهم وكميات أكل وضحك وكلام ومخلل ومش عارف إيه والكلام ده كله فنشوف نشوف الأكل اللي إحنا بنكله على مدار اليوم وإزاي إن إحنا ممكن نعدل شوية سلوكيات تزود جودة النظام الغذائي اللي إحنا بنتبعه مثلا هناكل مع زميلنا مفيش مشكلة نحاول إن إحنا نختار أكل كويس بكميات قليلة لإن نخدوا بالكم إن القعدة مع بعض والكلام والرغي وده طبعا شيء يعني شيء غير مقبول خالص في الشغل بيخلي الناس تاكل وتاكل كتير أفكر يا ترى أنا باكل إيه أثناء الشغل هل ممكن أخذ الأكل الكويس معايا من البيت هل في أكلات ممكن أبعد وأجيبها وأشتريها ولكن ما بتأثرش قوي على صحتي أخطار اختيارات كويسة يعني أنا ما عنديش اعتراض أبدا أبدا على الفول والطعمية بالعكس الفول والطعمية من أحسن الأكلات اللي ممكن ناكلها وممكن تصبت معانا على مدار اليوم ولكن نقلل الكميات ونشوف إن إحنا كفاية أوي ساندويتش أو اتنين مش نروح نجيب بالخمسة فيه ناس فعلا بتعمل كده لو هنجيب حاجة تانية نقرر ما مدى جودة الأكل دو يعني هل هو أنواع صحية ولا لا الحاجة التانية لسناكس الشيبسيهات والحاجات دي ممكن ناخد معانا جزر خيار خضار هو دي اللي ناكلها على مدار اليوم بدل ما أروح أشتري بسكوت وشيبسي والحاجات دي كلها أقل الكمية لسناكس الحاجة التانية السكر لأن إحنا على مدار اليوم أنا واحدة من الناس في الشغل بحب أشرب على طول قهوة كل كوباية قهوة فيها سكر السكر ده قد إيه نحاول نقنن السكر اللي إحنا بنشرابه في مشروباتنا والحاجة التانية كمان إن إحنا برضو ما نجوعش نفسنا قوي طول النهار فلما نروح البيت نبقى جعانين جدا 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 فناكل كتير جدا 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 ودايما أفكركم إن لا ندخل طعام على طعام ما نعودش ناكل طول النهار عمال على بطال نحدد أوقات معينة محددة للوجبات ونحاول نقلل إن إحنا ناكل بين الوجبات دي كلها حاجات يوم ورا يوم هتحسن صحتنا شوية شوية النقطة التانية برضو إحنا لسه بنناقش الصحة الجسدية هو الحركة وإحنا أيا كانت بيئة العمل اللي إحنا بنشتغل فيها بتأثر على مستوى الحركة اللي بنتحركه لو إحنا قاعدين على مكاتب قاعدة المكتب بتعمل مشاكل فلازم على الأقل كل ساعة نقوم نتحرك كام دقيقة فيه تمارين ممكن نعملها وإحنا قاعدين على مكاتبنا نحاول ندخل الحركة والمشي فيه خارج أوقات العمل بحيث إن إحنا نتلافى الآثار السلبية لبيئات العمل كمان بيئة العمل خاصة الناس اللي بتشتغل في مصانع مثلا الدوشة، الضوضاء، الكلام ده كله هل فيه سماعات مثلا عازلة للصوت أرتديها لفترة من الزمن بحيث إن أنا يعني ما أرهقش عصبيا من الأصوات اللي بسمعها ومن الدوشة هل فيه الناس اللي بتشتغل عمال أو مهندسين هل فيه حاجات معينة ممكن ألبسها يقلل من الأبخرة والأدخنة والحاجات اللي أنا بشمها طبعا الناس طبعا اللي بتشرب سجاير يعني ربنا يعفو عنهم بصراحة لإن ده ابتلاء أنا شايفة اللي بيشرب سجاير ده إنسان مبتلاء وأنا شفت تأثير السجاير على ناس أنا بحبها وإزاي إنها بوزت صحتهم لدرجة إنها وصلتوا منهم بقوا ناس مقعدين فنفكر إيه الأكل اللي إحنا بنأكله إيه الحركة اللي إحنا مفروض نتحركها وإزاي نزود الحركة شوية شوية هل فيه مثلا مكان بعيد ممكن أروح ومشي وأرجعه هل مثلا ممكن لكن عربيتي بقيت شوية وامشي المسافة دي هل ممكن أطلع السلم مثلا أخلي آخر دورين مثلا في الأسانسور أطلع بذري دورين وأطلع السلم أفكر في طرق بسيطة إني أزود حركتي على مدار اليوم النقطة التالتة برضو في الصحة الجسدية إني أشوف وحلل المخاطر المهنية والصحية ومعايير السلامة والأمن الصناعي في المكان اللي أنا فيه أو في المكتب اللي أنا فيه وأشوف دهبي ينعكس إزاي على صحتي وإيه الحلول اللي ممكن تمكنني إني أقلل هذه التأثيرات على صحتي وطبعا مش هيكون كلامنا عن الصحة الجسدية مكتمل لو لم نتطرق للنوم وأنا واحدة من الناس كنت بعاني من الإنسومنية لوقت طويل وأحيانا بعاني منها ودايما دايما بدور على وسائل وطرق تخليني أنام أحسن وأكون مرتاحة في نومي وأاخد قسط كافي من النوم برضو كل واحد فينا يقيم نومه بينام قد إيه؟ جودة النوم ده شكلها إيه؟ بينام إمتى؟ لا كل ما نتأخر في النوم قوي كل ما عاكسنا ساعتنا البيولوجية فنحاول إن إحنا نزبط موعيد نومنا بحيث إن إحنا ناخد قسط كافي ومريح من النوم الاستراتيجيات التانية اللي هكلمكم عنها اللي نقدر نعملها النهاردة تتعلق بصحتنا العقلية ومدى جودة تركزنا وأفكارنا فلازم نفكر في الأفكار اللي إحنا بنفكر فيها يعني نفكر في الأفكار ونتتبع كده نوعية الأفكار وتأثيرها علينا ونتتبع تركزنا على مدار اليوم إمتى تركيزي بيكون أقصى ما يكون إمتى تركيزي بيكون أقل ما يكون والأوقات اللي تركيزي بيكون أقل ما يكون أجدول فيها الأعمال اللي مش مرهقة ذهنيا ليا أو أجدول فترة راحة حقيقية قبل ما أدخل في فترة إنعدام التركيز كمان أشوف الحاجات اللي أنا بتلقاها الحاجات اللي بتفرج عليها الحاجات اللي بعملها على مدار اليوم وتأثيرها على تركيزي في حاجة كمان مهمة جدا إن إحنا في بعض الأنشطة اللي ممكن تنشط عقلنا زي مثلا وما تتحبوش علي زي الكلمات المتقطعة الكلمات المتقطعة بتنشط أذهنة وحتى كمان بيقال في دراسة من الدراسات إنها بتحمي من أمراض الشيخوخة واللي هو الخرف الشيخوخة والألتهايمر والحاجات دي بس طبعا ما نوعدش نحلها في الشغل وإلا كده يعني إحنا قدام ربنا سبحانه وتعالى يعني في مساءلة كبيرة جدا جدا إيه أنواع الجيمز مثلا اللي ممكن ألعبها علشان تنمي قدراتي العقلية ممكن تكون تاسكس بتديها لنفسي في الشغل سي مثلا حاجات مهنية أو حاجات فنية تديها لنفسي في الشغل بحيث إن أنا تنشط مخي وزهني شوية في بعض الألعاب غير مثلا الكلمات المتقطعة فيه سودوكو دي مثلا من الجيمز اللي بتنشط العقل فدي كلها حاجات ممكن تحسن صحاتنا العقلية يجي بقى للصحة النفسية والصحة النفسية متعلقة بشكل كبير جدا جدا بمشاعرنا وقدرتنا على إدراك مشاعرنا والتعامل مع هذه المشاعر وإدارتها وأنا تكلمت عن الموضوع ده في فيديوهات سابقة وأنا هحط كل الفيديوهات دي في الديسكريبشن بوكس نشوف مشاعرنا ونتكلم بنا وبين نفسنا أنا حاسس بإيه دلوقتي طب أنا حاسس بكده ليه طب أنا ممكن أعمل إيه دلوقتي علشان أطلع نفسي من هذه الحالة أو أشتت انتباهي لهذا الشعور وأدخل في شعور أحسن شوية يمكن كمان من الحاجات اللي أنا شخصيا بأؤمن بيها في تحسين حالتنا النفسية هو الإمتنان الإمتنان والشكر ويعني لما نشكر ربنا سبحانه وتعالى مش بقول بس شكرا والحمد لله وبس لأ أنا بفقط الحاجات اللي أنا ممتنة لها أنا إيه اللي أنا ممتنة لي إيه الحاجات اللي في حياتي كويسة ومصدر من مصادر السعادة والبهجة وهي دي الحاجات اللي أركز عليها حتى في شغلي في شغلي فيه حاجات وحشة لكن فيه برضو حاجات كويسة حتى ولو كانت النسبة تسعين إلى عشرة تسعين في المية حاجات مش كويسة ومديقاني وعشرة في المية بس حاجات كويسة أركز على العشرة في المية وفكر نفسي فيها أنا بحب شغلي ليه عشان المرتب اللي أنا باخده منه أنا بحب شغلي ليه علشان أنا مش عاطل أنا بحب شغلي ليه أصلي فيه زميل واحد بس حتى ولو زميل واحد كويس انا بحبه وبحترمه انا بحب شغلي علشان كذا وكذا وكذا او شغلي فيه كذا او فيه كذا انا من ضمن الحاجات مثلا كنت بقول لناسي انا بحب شغلي عشان في دور عالي قوي 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 وده بيه خليني اشوف الدنيا من فوق ودي حاجة انا بحبها فنفكر دايما في الامتنان والشكر احنا دايما نمتن ونشكر ربنا على النعم اللي موجودة في حياتنا ونعمل جرد لهذه النعم ونفكر نفسنا دايما بهذه النعم كمان الجانب الروحاني بيأثر كتير قوي على صحتنا النفسية مدى استحضاري للخالق وعظمة الخالق جوه قلبي ايه التقوص الدينية اللي انا بحبها ومريحة بالنسبالي فيه ناس بتحب قوي الصلاة فيه ناس بتحب الدعاء اكتر فيه ناس بتحب الذكر اكتر ايا كان التقص الديني اللي قريب من قلبي احاول اكتره وزوده ودخله اكتر في حياتي وابني حياتي حواليه بحيث ان هو يكون زي ما تقولوا كده بريك بريك روحاني استعيد فيه توازني تاني فيه حاجة اخيرة بقى هتكون هي الدينامو المحرك لرعايتنا الذاتية لانفسنا وهي ان احنا نحب انفسنا وحب النفس بعيدا عن الانانية وحبي لنفسي وحبي لذاتي بعيدا عن الانانية هو اللي حيمكنني اني ااخد بالي من نفسي واهتم بنفسي واهتم كمان باللي انا بحبهم ويقلل تأثير البيئة بيئة العمل المجهدة اللي احنا بنشتغل فيها على بقية جوانب حياتنا ارجو ان انتو تاخدوا فعلا الموضوع دو باهتمام كبير قوي 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 لان اعتقد ان ما فيش طائل من احنا نعيش حياتنا واحنا مكتئبين ومرهقين نفسيا وتعبانين وزعلانين لان كده يبقى ايه فايدة الحياة فكل واحد فينا يقف وقف مع نفسه ويقرر ويقول من النهاردة انا هحاول اصلح صحتي الجسدية اصلح صحتي النفسية اصلح صحتي العقلية انا من النهاردة هحاول ان انا اسيب مشاكل الشغل للشغل ولما اخرج من الشغل لغاية ما ارجع بيتي ادي نفسي فرصة اني اهيأ نفسي نفسيا للحياة الاجتماعية بعيدا عن ضغوط الشغل انا عارفة ومتأكدة ان الكلام اللي انا بقوله مش سهل لان انا زي زيكم عانيت في الموضوع دو وحاولت اكتر من طريقة او باكتر من اسلوب ولكن انا بقولكم انه مش مستحيل مش مستحيل ان احنا نحافظ على حياتنا مستقرة مش مستحيل ان احنا نخلق ثوازن في حياتنا ولكن لازم نقف وقفة مع نفسنا وناخد قرار ونحط لنفسنا خطوات اكتبوا النقاط دي وحطوها في ورقة في المحفظة بتاعتكم وكل يوم افتحوا الورقة واقروا وقولوا انا ممكن اعمل ايه النهاردة من الحاجات دي لو كل يوم عملنا ولو حاجة واحدة بس بتساعدنا على التخلص من ضغوط العمل حاجة واحدة اعتقد ان احنا يوم ورا يوم هتتحسن صحتنا بشكل عام وكمان حتى كمان ممكن ينعكس على رضانا الوظيفة ووضعنا كمان في الشغل ارجو ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم لو عجبكم ياريت تعملولو لايك وشير مع كل الناس اللي عندكم اللي محتاجين يسمعوا الكلام ده علشان تعم الاستفادة ولو ما كنتوش لسه اشتركتم في القناة ياريت تشتركوا في القناة وجودكم معايا يسعدني جدا اشوفكم الفيديو كاي اشتركوا في القناة